لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا رحبكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة شيخ الأصهر يؤكد أن الشرك من ثوابت الدين الإسلامي احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول أن الأشعاري بيؤمن بمسهب مش مفهوم لكنه متجزر في نفسه كسلوك وأن هذا المسهب ليه رصيد ضخم في عقل وقلوب المسلمين وأنه ساد واستمر وأن في مذاهب بتحاول تقول أن المسهب الأشعاري مسهب ضلال علشان هي اللي تقود الأمة والمذاهب دي مدعومة بأموال وكان بيوجه رسالة لأصحاب هذه المذاهب وقال لهم كن كما تشاء لكن بشرط أنك لا تصدر مسهبي وتقود بأموالك تشتري زوام الفقراء وقال لهم وقال أنهم يعني بيعملوا صراع علشان ينفل آخر وهناخد مثال علشان مشاهدين يفهموا قصد شيخ الأصهر إيه بالضبط بنفكركم به اللي قلناه في حلقة رقم 59 وكانت بعنوان ابن حجر بين الشرك الأكبر والأصغر كلام ده في سحيل بخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاب الشروط وشفنا ابن حجر في شرح الحديث قال عن الزهرية كتب رسول الله إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا يعني ابن حجر بيستشهد بحديث على جواز بناء مسجد على القبر وشفنا ردود علماء السنة على الكلام ده في نفس الحلقة رقم 59 وكانت بعنوان ابن حجر بين الشرك الأكبر والأصغر واللي عاوز يرجحها يلاقيها على يتوب إحنا استشهدنا بالنقطة دي من شرح ابن حجر لسحيل بخاري أولا لأن ابن حجر أشعري يبقى أكيد شيخ الأصهر وعلماء الأصهر هيوفقوا ابن حجر برضو أكيد علماء السنة مسبوش النقطة دي وتكلموا عنها في قلعاتهم الفضائية وقالوا أن ده حرام وده فزق وده اللي خلى شيخ الأصهر بيرد عليهم في البداية هنشوف شيخ الأصهر وهو بيرد على السؤال اللي في الفيديو اللي جاي السلفيون يرون أنه لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح والبعض كما تفضلتم فضيلاتكم وقلتم هناك مغالاة وصلت إلى حد بعد أن البعض قام بهدن بعض الأضريح المسلم النهاردة وضع يعمل أي نهاردة أنا كمسلم بصلي مثلا في السيدة زينب أصلي ولا صلاة هناك بطلة وهنا سؤال من جزئين الشيخ الأصهر هل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح أم لا يجوز كما يقول السلفيون والجزء الثاني هل الصلاة في السيدة زينب أو السيدة نفيسة بطلة أم لا وقبل ما نشوف جواب شيخ الأصهر على السؤال ده هنشوف رد المذاهب إيه اللي قال عنها شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب قبل كده المشكلة في المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى الموجودة الآن والهي بتشوفها في القنوات الفضائية وهنشوف جواب المذاهب دي على الجزء الأول من السؤال الموجه لشيخ الأصهر هل يجوز الصلاة في مسجد بضريح أم لا ونشوف مع بعض الشيخ فوزان هيقول لنا إيه يسأل عن حكم الصلاة شيخ في مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر إذا كان القبر داخل المسجد أو كان متصلا به ليس بينهما حائل من طريق أو فضاء فإنها لا تصح الصلاة في هذا المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور هنا الشيخ الفوزان قال لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر إذ كان القبر داخل المسجد أو متصلا به ليس بينهما حائل من طريق أو فضاء إلى آخر الكلام وطبعا كلام الشيخ فوزان إن الصلاة في مسجد فيه قبر اللي صلى في مسجد فيه قبر لازم يعيد صلاته لأن صلاته غير صحيحة وغير مقبولة ونشوف رد الشيخ الأسر على الجزء الأول من السؤال هل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح أم لا يجوز كما يقول السلفيون ونشوف مع بعض والله أنا لي إجابتان على هذه إجابة الأولى هي التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني سيحدث ويحدث لكم وقال إذا فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالجماعة في رواية أخرى فعليكم بالسواد الأعظم عليك أن تنظر للسواد الأعظم ماذا يفعل لأن السواد الأعظم ده إجماع والإجماع عندنا مصدر من نصادر التشريع وده شيء عجيب إخواننا أو أبنائنا السلفين لا يلتفتون إلى هذا هم كلا وما جماعة يعدوا بالنسبة لو نسبناهم إلى المسلمين وعداد المسلمين المليار وكذا هيطلعوا رقم لا يصل إلى صفر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاختلاف لا تنظروا إلى السلفين أو إلى من يسمون أنفسهم وإنما قال انظر إلى الجماعة ما تفعله الجماعة افعله هذا الرد ولذلك عليكم بالجماعة شوف الجماعة بتعمل إيه هل الجماعة بتهدم أضرحة ولا بتصلي في مساجد في أضرحة الجماعة بتصلي في مساجد إيه بأ إذن أنا يعني لا ألقي بالا لما يقال هنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول في الجزء الأول من الرد على السؤال أن الرسول أوصى باتباع السواد الأعظم يعني غالبية المسلمين وشيخ الأصهر بيقصد أن السواد المسلمين أو غالبية المسلمين هم إيه الأشعارة زي ما نقلنا كلامه قبل كده فطالما أن الأشعارة واللي هما السواد الأعظم بيصالوا في المساجد فيها كبور يبقى الصلاة جائزة بل هي من سوابة الدين الإسلامي لأن إجماع السواد الأعظم اللي هما الأشعارة ده بيعتبر مصدر من مصادر التشريع يعني الصلاة في مسجد فيه قبر ده تشريع عند شيخ الأصهر أما السلفيين اللي بيقولوا أن الصلاة حرام أو باطلة في مسجد فيه قبر فبيقول عنهم شيخ الأصهر أن الدول يعني لا يمثلون السواد المسلمين وهم بالنسبة للمسلمين أقل من الصفر يعني حتى مش محصنين حتى الصفر يعني الشيخ فوزان والحويني والسحيمي ولوماء السنة والسلف المعصرين السلف المعصرين لا يمثلون السواد الأعظمي يعني كلامهم اللي قيمة له دول مش محصنين حتى الصفر بالنسبة لغالبية المسلمين ونشوف جواب المزاهب دي على الجزء الثاني من السؤال الموجه لشيخ الأصهر والجزء الثاني كان هل الصلاة في مسجد أو في السيدة زينب والسيدنا في سبط الأملاد شوف مع بعض الفيديو اللي جايز هنا سائل كريم يقول ما حكم الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب هل حلال أم حرام أولا أحب أن أنبه الإخوة بأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاه لا توجدان في ذلك المكان لا يوجدان في ذلك المكان المزعوم ومن أراد التوسع بذلك فليقرأ كتاب بالتشهاد الحسين ورأس الحسين كتابان مطبوعان في كتي بن واحد أحدهما وهو استشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمه الله وأما رأس الحسين فهو لمن الشيخ المكلام لابن تيمية ابن تيمية رحمه الله من زعم أن رأس الحسين طار ووقع في حضن عجوز متافرة إلى ذلك البلد فهذا دجل وخرافة ومن خرافات الخرافيين ووالله وأيم الله إنه لا يوجد هناك يمين أتقرب بها إلى الله وإنما هذا وهم وأخشى لو نبش هذا المكان قد يوجد في رأس جحش ولا رأس حمار نعم هذا أمر وكذلك زينب رضي الله عنه رأس الحسين عندما قيل إنه جئ به إلى يزيد في دبشق وأنه لم يرضى بذلك وأنه أعاده إلى فربلاء ودفن مع الجسد هذا إن صح في الرواية أما كونه طار ووقع في رأس عجوز وتافرت به إلى الفسطات هذا كلام فاسد كلام فارغ وما يفعل عنده الآن من طقوس كلها طقوس جاهلية وبعضها شركية خرافية من طلب المدد من هذا الرأس المزعوم أو حتى لو كان موجودا فإنه مش لكم بالله جل وعلا وفي الفيديو ده سؤال للشيخ صالح السحامي عن حكم الصلاة في مسجد الحسين اللي فيه رأس الحسين وفي مسجد في مصر طبعا وفي مسجد السيدة زينب اللي فيه قبر السيدة زينب في مصر وفي أول الفيديو الشيخ بينكر إن قبر الحسين أو قبر السيدة زينب ماتفونين في مصر أصلا وإن أصل قبله بوجود قبر الحسين في مصر الدجل وخرافة ولو نباشنا قبر الحسين ممكن إننا نلاقي رأس حمار أو جحش وإن الطقوس اللي بتتعمل عند قبر الحسين طقوس جاهلية وشركية وكل ما انطلب منه مدد فهو مشرك وهنا سؤال للشيخ السحيمي والشيخ السلفين إيه حكمكم على شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب إنه بيقول مصدر المصادر التشريع اللي هو الإجماع أو السواد الأعظم بيعتبر أن الطقوس دي مش طقوس شركية أو جهلية والرسول أوصى بها وإنها من ثوابة الدين الإسلامي زي ما بيقول شيخ الأسهر وإن ده هو الإسلام ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة ابن حجر بيقول بجواز بناء مسجد على القبر طبعا لأن شيخ الأسهر أشعاري شفنا إنه بيرد على أول سؤال بيقول إحنا السواد الأعظم عادي تصلي المسجد فيه قبر وبما إن أهل السن أو السلفين عادتهم قليل يبقى كلامهم لا قيمة له ودول حتى مش محصنين السفر وفي سؤال مهم كان للشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب أنا بتراحه عليه هل العقيدة صحيحة تأخذ بالأعداد؟ وشفنا الشيخ الفوزان قال إن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح والشيخ صالح السحيمي قال إن التقوص اللي بتتعمل عند قبر الحسين وتقوص تعتبر بتقوص جاهلية وكمان شركية وكل ما انطلب منه مدد فهو مشرك فهل الأسهر والشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب والأشعارة مشركين في نظركم يا أهل السنة وبيعملوا تقوص جاهلية ونتأكد من الكلام ده في الحلقة الجاية وتابعوني في الحلقة الجاية مع ردود شيوخ أسهريين والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل أترد بعقل أترد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساء